الأزمة بين أنقرة وأثنى تساعد التوتر الشرقي المتوسط مع الاندفاع التركي والحجد العسكري اليوناني والاستنفار السياسي الأوروبي وبعدما وصلت الأزمة لطريق مسدود وبدأت تلوح في الأفق مواجهات عسكرية بين البلدين يجتمع الطرفان برعاية النيتو على طاويلة المفاوضات في مقر الحلف بجينيف بهدف خفض التصعيد بينهما وعلى الرغم من قبولها الحوار مع أنقرة إلا أن أثنى طالبت لاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات مجدية على تركيا إذا لم تسحف قطاعها البحرية من المناطق المتنازع عليها في شرق المتوسط وقال رئيس الوزراء اليوناني إن الطرفين يحتاجان إلى الحوار وليس التهديد وأن تهديد أمن اليونان هو تهديد لأمن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كما هدد بالذهاب إلى المحكمة الدولية المختصة بالنزاعات في حال عدم التوصل إلى حلول وبالتزامن مع الحوار أعلنت وزارة الدفاع التركية مواصلة المناورات والتدريبات العسكرية مع جيش كبرس الشمالية لليوم الخامس على التوالي كما أعلنت أنقرة أن السفنة التركية تواصل أعمال المسح الزلزلي والتنقيب شرقي البحر المتوسط وأنها لن تتراجع عن أي خطوة اتخذتها شرق المتوسط يأتي هذا فيما أكدت وسائل إعلام يونانية بأن مقاتلات تركية اخترقت الأجواء اليونانية عدة مرات خلال طلاعات جوية نفذتها تركيا فوق شمال شرق ووسط بحر إيجا ولا تزال المخاوف عالية بشأن احتمال اندلاع سراء عسكري بين اليونان وتركيا حيث تجري الدولتان كلا على حدة مناورات في المنطقة تشارك فيها طائرات مقاتلة وفرقاتات بترجم الى الخطوة